السلام عليكم يا رب تكونوا بخير الفيديو ده هو الجزء الثاني من تصميم الدبدوب بتاعنا واللي هنجوفي ازاي هنعمل الفروق او الشعر بتاع الدبدوب فخلينا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الجديد اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولوليكو اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت سيبوهنا في الكومنتز ودلوقتي يلا بينا نبدأ مبدئيا كده وقبل ما نبدأ احنا كنا عملنا المودلينج بتاع الدبدوب ده في الفيديو اللي فات فلو حابب تشوف عمل ناس داي هسيب لك اللينك بتاع الفيديو اللي فات في الديسكريبشن فسندوق الوصف تحت الفيديو هسيبه لك كمان في الاي اللي هتظهر فوق قدامك ده ودلوقتي يلا بينا نبدأ مبدئيا كده هختار كل حاجة في الدبدوب ده وهعمل جيزات وهنزله لتحت كده علشان يبقى قاعد على الارض لحد ما نعمله الارض والاضاءات والكلام ده كله وبعدين خلينا نروح على الرندر بريفيو علشان اشوف كويس ايه الحاجة اللي انا بعملها بعد كده علشان يبقى عندي اضاءة كويسة مؤقتا لحد ما نزبط الاضاءات في بقية الشكل فانا هروح على البلندر كيت دي تقدر تنزلها زي ما قلنا في فيديو قبل كده من جوجل عادي جدا هي فري هتعمل داونلود بلندر كيت وهتنزلها كل اللي انت هتحتاج تعمله ان انت هتروح من هنا هتعمل داونلود بلندر كيت وبعدين هتلاقي اول لينك قدامك هتعمل لها داونلود عادي جدا وبعدين بعد ما تعمل داونلود هترجع على البرنامج وهتعمل ادت بريفرنسز وهتعمل من هنا انستول وهتختار الملف مضغوط زي ما هو من المكان اللي انت نزلته فيه عندك على الجهاز وبعدين بعد كده هتفتح تاني الادت بريفرنسز ومن الادونز هنا لما هتكتب بلندر كيت هتلاقيه ظهرت لك هنا هتعلم عليها وبسكده هتبقى ظهرة عندك بالشكل دا هتحتاج ان انت تدوس على علامة العين دي علشان تبدأ اللي اختيارات تظهر عندك ومن استهم الصغير دا هتعلم على فري فرست علشان يجب لك الحاجات الفري وبعدكده هتلاقي عندك من هنا من علامة الكرة الارضية دي هتلاقي مكتوب فايند اتش دي ارز فهندوس عليها كده وهنعمل داونلود لاي حاجة احنا عوزينها فانا هكتب هنا ستوديو في السيرش وهدوس انتر وهبدأ اعمل داونلود لله دي ار بتاعة اي ستوديو من دول فهدوس دوسها على دي وهعمل اوكي وبكده طبق عندي اله دي ار بالشكل اللي انت شايفه ده خلينا نقفل دي دلوقتي لو انت مش عاوز ان انت تكون شايف اله دي ار بالشكل ده علشان ما تقيقش وانا عن نفسي دي حاجة بتدايقني فاللي انت هتحتاج تعمله ان انت هتروح من هنا من السين وهتفتح فيلم وهتعلم على الترانسبيرنت دي وبكده انت مش هتكون شايف اله دي ار اللي انت عملتها ولكن هيكون تأثيرها موجود زي ما هو هتبقى الاضاءة مظبوطة عندك ودلوقتي نيجي بقى لان احنا نضيف الشعر اول حاجة هعملها ان انا هحتاجه اضيف ماتيريال للدب دوب نفسه فهروح مثلا اختار الجزء اللي في النص ده بتاع بطن الدب دوب وخلينا نتأكد ان احنا على سايكلز لو الجهاز بتاعك هيستحمل لو مش هيستحمل خليه على ايفي وبعدين هحط الماك سامبلز دي خليها 200 مثلا ويخليها بدل سي بيو جي بيو كومبيوت بعد كده هختار الجزء بتاع اللي في النص بتاع بطن الدب دوب ده وعلشان اعمل الماتيريال هعملها بطريقة مختلفة شوية المراضي هروح على التكستشر بينت وهعمل زوم ان كده علشان اكون شايفة كويس وبعدين هجي من البلاس دي وهعمل بيز كالر تمام وهبدأ اضيف الماتيريال اللي انا عوزاها بس تلاول عاوز اتأكد من هنا ان انا على الرندر بريفيو علشان اشوف اللي انا هعمله على طول فهروح اعمل اد بيز كالر وهختار اللون اللي انا عوزايا يكون للدب دوب اعمل حاجة زي كده تمام ومن هنا بتختار الريزولوشن بتاع الماتيريال بتاعتك فانا هخليها زي ما هي وهعمل اوكي وهتلاقيها اطبقت عندك بالشكل ده كده طيب علشان اعدل اكتر على الماتيريال دي واقدر ان انا اتحكم فيها فانا هحتاج ان انا اعمل يوفي ماب وهو نفسه كاتب لك هنا على جنب كده يوفي ماب نيدد فهنيجي من هنا هنروح على ال ادت مود وخليني مثلا على الفيس تلاكت او مش فارق انت على ايه بس تخليني على الفيس تلاكت وهدوس ايه من الكيبورد علشان اعمل select all وبعدين هدوس you وهعمل smart uv project وهعمل اوكي وبكده هو هيعمل لي uv ماب لوحده automatic بالشكل ده دلوقتي لما هرجع من السهم ده تاني خلينا نصغر كده ونكبر ده بالشكل ده عشان اكون شايفة كويس هاجي من هنا من ال ادت مود هرجع تاني لتكتشور بينت اللي انا كنت اصلا عليه وبعدين هروح من هنا من اللون اللي فوق ده وهختار لون pinkish شوية زي كده وهبدأ ان انا هعمل f وهصغر حجم الفرشة بالشكل ده وهبدأ ان انا ارسم بالشكل ده هتلاقي انه بيتطبق عندي على الشمال من الجزء ده بس هو مش باين هنا سعب بتحصل تهنيجة كده فبس اغير ال preview mode كده وهتلاقيه زبط معاك خلينا نخليه دلوقتي هنا بص دلوقتي لما روحت هنا لقيت ان انا بعمل نقط كبيرة قوي خلينا نعمل back وخلينا اعمل shift f عشان اقلل التأثير بتاع البروش هكا زي كده تعريبا انا عملت back بزيادة فلغة UV map خلينا نعمل select all we use smart UV project اوكي تمام بالوقتي هرجع على texture paint وهبدأ ارسم بالشكل ده ممكن shift f ازود التأثير شوية وي اف وي اصغر الفرشة نفسها تمام وخلينا نعمل اختلاف كده ما بينهم ما يبقاش كله نفس الحاجة بالضبط فشوية وهكبر شوية الفرشة عشان اعمل نقط اكبر شوية كل ده طبعا هيكون بين معايا في الفرو بتاع الدبدوب او في الشعر بتاعه زي ما هنشوف دلوقتي بعد ما خلصت بالشكل ده ممكن ارجع دلوقتي على object mode وبكده انا بقى عندي هنا material زي ما احنا شايفين بالشكل ده فاللي انا ممكن اعمله ان انا روح ا select كل الاجزاء اللي انا عاوزة ان هي يبقى معايا نفس material فاروح امسك الادين والشفت والرجلين والراس بتاعت الدبدوب وايه كمان حانيا ناخد الودان من برا وبعدين اخر حاجة اختار جسم الدبدوب وهاجي من السهم الصغير ده وهعمل وكده هو نقلين material بس طبعا هنلاحز ان هي مش مظبوطة قوي علشان برضو ملهاش فهروح tab وهدوس ايه علشان اعمل select all وهعمل 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 smart uv project وهعمل اوكي كده بقى عندي uv map لكل حاجة وبدأ يتطبق زي ما احنا شايفين كده النقط بدأت تتطبق بشكل عشوائي على الرجلين والايدين بتاعت الدبدوب طبعا لو في جزء مش عاجبني يعني مثلا وش الدبدوب انا مش عايزة ان هو يكون في اي حاجة pink خالص فهعمل ايه هروح كده على وش الدبدوب وهروح على texture paint وانا واقفة على الدبدوب نفسه في اي حتة من حتة الزرق كده هدوس اس وكده هو هيختار لي نفس اللون وهبدأ ان انا امسح على الاجزاء اللي انا مش عايزة ان هي يكون فيها لنا مش افتقف ونزود التأثير وهامسح كل الاجزاء ال pink اللي عندي علشان انا مش عاوزة ان مثلا راس الدبدوب ووش الدبدوب من قدام كده مش عايزة يكون علي اي حاجة pink او ممكن انا اللي ازبطها بنفسي بعد ممكن ايجي على الجزء pink ده وعمل s واختار اللون خلينا نيجي من هنا مثلا واعمل s واختار نفس درجة اللون وابدأ اعمله حاجة انا بروحتي كده فخلينا نعمل f وكبرها شوية ويممكن اعمله نقطة pink هنا ونقطة هنا عشان تبقى زي خدود كده shift f وقلل التأثير بتاعها وهكبر جزء ال pink ده شوية كده ويممكن ايجي من ورا واعمل f وصغرها شوية وابدأ اعمل نقطة كده بشكل عشوائي في رؤس الدبدوب shift f واتقلها شوية وعمل نقطة كده بس من ورا بعد كده ممكن اروح tab على ممكن ارجع على object mode واختار ودان الدبدوب وارجع برضو على texture paint وابدأ اعمل شوية نقطة كده في ودانه طبعا عشان احنا لسه عاملين mirror modifier فكل حاجة بتتطبق الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده تمام ممكن اروح على object mode واسلكت رجل الدبدوب وارجع على texture paint واثبط برضو انا اقتل في رجله بالشكل ده تمام يعني الفكرة كده واضحة هنظبط الكلام ده ازاي ctrl s علشان نعمل save وكده تمام زبطنا الماتيريال اللي معانا بعد كده هنروح طبعا للحواجب هنعمل new material عادية احنا دلوقتي ممكن نرجع على modeling عادي ونيجي كده على render preview وممكن امسك الحواجب دي واعمل لها material عادية جدا سودة مثلا حاجة زي كده واخفف ال roughness بتاعتها شوية وبعدين اروح للعينين ونفس الكلام اعملها بقى material سودة خالص واقل لل roughness خالص ويهدي نفس الماتيريال للمناخير والبق فاختار المناخير والبق وشفت واختار العينين ويهعمل copy material to selected عشان انقلهم مرة واحدة المناخير بعيدة عن الجسم فهامل بس اس اكس كده وكبرها على ال اكس اكسس و جي اكس ورجعها الورا ctrl a apply scale تمام ctrl s عشان اعمل save ودلوقتي هنروح نعمل الشعر فهمسك بقى الجسم بتاعي الدب دوب كده طبعا انت ممكن تعمل join لأي حاجة ممكن تعمل لهم join كلهم وبالتالي هيبقى اي شغل بتعمله بتعمله على كل حاجة مرة واحدة بس انا ما بفضلش في البداية ان انا اعمل join قوي علشان لو حبيت ان انا اعمل اي تغيير بعد كده يبقى عندي امكانية ان انا اعمل تغيير هروح على الحواجب وعمل r z ولفهم بس شوية كده علشان يبقوا واخدين نفس الميل بتاع الوش بتاع الدب دوب ctrl s وبعدين هروح للجسم من هنا وهاجي من هنا على ال particles وهدوس على ال plus d بعد كده هختار hair وهتلاقي ان هو الوحده بدأ يظهر لي الشعر بالشكل ده بس طبعا زي ما قلنا لازم تتأكد ان انت على render preview وعلى cycles عشان ما تلاقيش حاجة مختلفة عندك ال hair length هخليه 0.2 علشان يبقى وسير بالشكل ده وبعدين هروح افتح advanced d من هنا وهنزل على children لو انا عايزة ان الشعر يكون ازيد من كده هروح اختار interpolated d وبكده بدأ اهو شكل الشعر يبان عندي وهنا display amount display amount ده هو بيوريك قدر قد ايه من الشعر بتاع الشكل النهائي قدامك من دلوقتي وال render amount ده اللي هيطلع معاك في ال render في الاخر فانت لو انت عاوز تشوف اكتر ولو جهازك هيستحمل خد بالك من لو جهازك هيستحمل هتعليها شوية فاني خليها حاجة زي 70 مثلاً لو الجهاز مش هيستحمل خليها 10 زي ما كانت او 50 او اي ان كان هيبقى عندي حاجة بالشكل ده والماتيريا البتاعتي اهي بانت في الفرو زي ما احنا عاوزين بعد كده هروح ان انا select كل حاجة هروح اختار الادين والرجلين والراس والودان وكمان هاختار الاجزاء التانية اللي معايا دي اللي انا عملتها وهاختار الحواجب كمان عشان كمان الحواجب عايزة يكون فيها شعر وشفت واخر حاجة هاختار ظهر الدبدوب اللي انا اصلاً طبقت عليه ال Particle System وهاجي من استهم الصغير ده وهامل copy all two selected objects وبكده هو automatically نقل لي نفس اللي انا عملته نفس Particle System اللي انا عملتها في كل حاجة طيب اول حاجة هتيجي في بالي هي الدنيا شكلها بايز خالص ليه في حاجات متطبقشة عليها زي حاجات تانية يعني الرجل من هنا اليد دي شكلها مختلفة عن اليد دي الكلام ده كله علشان الميرور موديفير بنحتاج ان احنا نعمله apply في الخطوة دي فانا هروح على الودن من هنا وهاجي على الميرور موديفير هعمل apply هتلاقيها زبطت معاك زي كده هروح على الودن اللي قدام دي وهعمل apply فهتلاقيها زبطت بالشكل ده والحاجب هروح اعمل apply والدراع كمان apply و control s وهعمل save بقى عندي شكل دب دوب حاجة زي كده فدلوقتي هبدأ بقى ازبط حاجة حاجة من المشاكل اللي احنا شايفينها قدامنا اول حاجة انا ممكن اختار الجزء اللي في النص ده واعمل gx وطلعه القدام شوية وابدأ ازبطه حاجة زي كده لو انا عاوزة انه جزء بتاع الشعر ده يكون باين اكتر من الجزء اللي وراه ممكن نفس الكلام اعمله في الجزء ده gx وطلعه القدام شوية بالشكل ده طيب هل انا هسيبه زي كده لا احنا ممكن بقى نبدأ نلعب في شكل الفرو بتاع الدب دوب فهاجي اختار كده وهرجع تاني بقى للبورتكل سيستم وهبدأ ازبط بقى شكله زي ما انا عاوزة فهاجي مثلا عندنا البورتينج دي ممكن نبدأ نعمل حاجة زي كده كل حاجة هتعملها هتحتاج ان انت بقى تركز تأثيرها ايه على الدب دوب اللي عندك فمسلا هنعمل حاجة زي كده ونزود المينيمم دي هتخلي الشعر مش كله نفس الطول بالضبط عندك الروفنس لو انت عايز ان انت تعمل اختلاف في الروفنس كلامبينج دي بتعمل حاجة زي كده بتقرب الشعر شوية من بعضه بيبقى شكله كده كأنه بلون شوية ممكن تدي له قيمة بسيطة قوي من موضوع كلامبينج ده او لا اعادي زي ما انت حابب بس هو بشكل عام العشوائية في الشكل بتدي وقعية اكتر ممكن نغير التب دي شوية ممكن نعملها لونج هير يعني انت بقى بتبدأ ان انت تشوف حاجة حاجة من دول وبتبدأ تقرر ايه اللي عجبك وايه اللي مش عجبك لغاية الشكل اللي انت عاوز توصله انا نفسي بحب ان انا زود براونين دي شوية بحيث ان هي بتدي وقعية كده للشكل بتاع شعر الدب دوب يعني زودتها بس حاجة بسيطة خالص زي كده بتدي عشوائية كده في الشكل بتاع الشعر وطبعا مش شرط ان انت تلتزم بان كل الاجزاء بتاعتك تبقى بالزبط نفس الحاجة وممكن لو انت عاوز تتحكم في جزء واحد بس من الشكل بتاعك ان انت تقلل الطول بتاعه او اي ساتينس فيه وانت مش حايزها تتطبق على بقية الشكل عندك فهتيجي من هنا هتعمل كده وهتقلل هتدوس بس دوسة من هنا وهتقلل الهيرلنت زي ما انت عاوز هتلاقي التأثير اللي بيحصل بيحصل عندك بس في الجزء ده بس وهيبقى محافظ على كل حاجة زي ما هو بس التأثير مجرد بيتحقق بس في الجزء ده مش في باقي الاشكال مش في باقي الاجزاء اللي عندك خلينا نروح نمسك الحواجب كده ونروح تاب على الادت مود هعمل اي عشان اعمل سلكت اول وهدوس بي وهعمل سبريت باي لوس بورتس فكده كل جزء بقى الواحده وهاجي من الجزء ده وهعمل اوبجيكت سيت اوريجين تو جامت تري كده بقى الاريجين بتاعه في المنتصف وبعدين هسلكت الحاجب ده والحاجب ده وهعمل اس زد عشان صغر الحواجب دي شوية بالشكل ده بعدين محتاج ان انا زبط الروتيشن بتاعها طيب دلوقتي انا عندي المناخير والبق والعينين بتعد دبدوب مش بينين خالص طيب هنعمل ايه في الموضوع ده هاجي اختار كده وش دبدوب وهرجع تاني على التكستر بينت وهروح افتح القائمة دي وهلاقي حاجة هنا اسمها اول ما هدوس هتلاقي الشكل تحاول عندي ازرق كده بس اللي انا هحتاج اعمله عشان اشوف كويس هروح على وبس هدوس على علامة الكمبيوتر دي علشان ابقى شايفة كويس اللي انا بعمله بعد كده وانا عاملة على الويت بينت دي هكبر بس الفوشة بتاعتي حاجة بسيطة زي كده اف وهشدة وسعها وهبدأ ان انا ارسم حوالين العين بتاعة الدبدوب ده الجزء اللي انا عاوزة انه هو ما يكونش فيه شعر بحيث انه هو يكون شكله باين معايا ده الجزء كده اللي انا هشين منه لشعر هعمل كده لو لقيت ان الرسمة مش مظبوطة معاك ان هي مش مظبوطة كويس معاك زي كده هتحتاج ان انت هرجع بس على الابجيكت مود كده فلو لقيت ان هي مش مظبوطة معاك اعرف ان انت محتاج مش كفاية فهروح اعمل كنترول 2 عشان اعمل سوب ديفيجن سيرفيس موديفاير ودلوقتي لما ارجع على الويت بينت لما هاجي ارسم هتلاقيها بتترسم معايا بشكل كويس ده طبعا في حال ما كانتش بتترسم عندك بشكل كويس خلينا بس نتأكد ان احنا ما نوسعش قوي بعيد عن العين اعمل حاجة زي كده متأكد بس ان العين كده كلها تمام علشان او متأكدتش ممكن تلاقي شعر في العين بتاعتك وهيجي على المناخير نفس الكلام هلون كده حواليها ممكن المناخير يبقى طالع عليها شوية شعر ما يجراش حاجة يبقى شكلها كيوت برضو مش لازم ترسم بدقة او يحوالينا المناخير ممكن نعمل أبلاي نصب ديفيجن سيرفيس موديفاير عشان يساعدني مش بس تعملو لا اعملو ابلاي كمان هيساعدك واخر حاجة البقى فخليني اعمل اف وصغر الكرشة شوية وابدأ ارسم حوالينا البقى كده وبعد ما خلص هرجع تاني على البورتيكل سيستم بتاعي وهاجي من تحت هنا من فيرتكس جروبس هلاقي حاجة اسمها دانستي هدوس دوس على دانستي دي واختار جروب جروب ده اللي انا اللي استعمليه دلوقتي الحيطة اللي انا مسحتها دي فهاختار جروب بالشكل ده ودلوقتي لو رجعت البورتيكل سيستم بتاعي هلاقي انه الشعر بق معمول بس في الاجزاء دي مش في بقية الاجزاء بدل ما يتعمل العكس فعشان اصلح الموضوع ده كل اللي هحتاج عمله هروح على ويتس وهعمل انفرت وبكده بقى عندي الاجزاء اللي فيها العينين والبق والمناخير بس هما اللي مش فيهم شعر خلييني عشان نشوف كويس ارجع على الابجيكت مود او ارجع على المودلينج عادي وخلينا نتأكد ان احنا على الابجيكت مود كنترول اس وبقى عندي الابدوب بتاعي حاجة بالشكل ده عندك اهو المناخير والعينين والبق ممكن طبعا تسيبهم زي كده او ممكن لو حابب ان انت تكبرهم شوية حاجة زي كده عشان يبقى شكلهم بس باين ممكن اعمل اس كمان شوية عشان يبقى شكله كيوت كده وعلشان يبقى كمان مالي الجزء اللي انا رسمت فيه كله وتاني ممكن لو انت حابب ان انت كنت ترسم على القد بسكة ممكن نعمل كده خلينا نعمل جزاد وانزل العينين للتحت شوية كده نعمل اس كمان ممكن اتكبر المناخير كمان شوية يعني في الاخر بتبدأ تعمل بقى التصبيطات اللي انت شايفها واللي انت عاوزها وبس كده دي كانت كل حاجة تقريبا ازاي ان انت تعمل تصميم الدب دوب بتاعك وبقى عندنا الدب دوب بالشكل ده اخر حاجة انا لاحزت انه النقطة اختفت من الماتيريال اللي عندي ومش متأكدة اختفت ليه بصراحة فكل اللي انا هحتاج اعمله ان انا هروح قاعدها تاني وبس كده ده الشكل النهائي بتاع الدب دوب بتاعنا فيارب يكون الفيديو كان مفيد ليك ويارب يكون عجبك فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرارة الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنز واشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي